في الجزء ده هنتكلم عن العضيات الخلوية في الخلية والاساس الكيميائي للحياة وازاي علم الاحياء بيرتبط بعلم الكيميا وان اجسامنا عبارة عن مجموعة من العناصر كل خلية بتتكون من مجموعة من العضيات الخلوية زي ما احنا شايفين هنكبر هنا برضو شوية دي عضيات خلوية دي الميتوكندرية دي النواه الاخره يبقى احنا بالنسبة لنا اللي يهمنا ان كل خلية بتتكون من مجموعة من عضيات الخلوية السيل اورجنالز بس عشان طبعا احنا عندنا السنة دي في الوحدة التانية يعني هنتكلم عن الخلية بالتفصيل شوية خلينا بس ايه نشرح يعني حاجة بسيطة عنها الخلية بتتكون من الغشاء البلازمي والبروتوبلازم اللي بره ده كده اسمه الغشاء البلازمي وده اللي يشمل النواه هنا النواه دي مع السايتوبلازم اللي موجود ده ده بنسميه البروتوبلازم يبقى السيل ميمبراين ده الغشاء البلازمي او البلازمة ميمبراين دي اللي بره وعندنا البروتوبلازم اللي هو بيشمل النواه ومعاها السايتوبلازم السايتوبلازم بيتكون من هيكل الخلية حاجة اسمهها Cytoskeleton Cytoskeleton دي شايفين الخطوط دي يا جماعة الخطوط اللي هي معرجة دي شوية دي هي Cytoskeleton دي حاجات بروتينات بتبقون موجودة في الخلية عشان بتديها شيب معين وطبعا الحاجات دي مش تفصلها معنا هنا دلوقتي لكن اللي بيهمن هنا ان Cytoplasm بيكون في هيكل الخلية Cytoskeleton وفي عضيات خلوية اللي هي Cell Orginals العضيات الخلوية اللي موجودة في السايتوبلازم بنقسمها المجموعتين مجموعة اسمها العضيات غير الغشائية دي زي الريبوسومات خلينا نشوف هنا نكبر بس شوية شايفين الحاجات الزرق النقط الزرق دي اللي جوه دي اسمها الريبوسومات خلاص ناخدها بالتفصيل برضو في البروتينز وبعدين عندنا هنا حاجة اسمها الجسم المركزي اللي هو ده واللي بيقول عليه السنتروسوم يعني السنتروسوم جسم المركزي طبعا يعني تفصيله ان شاء الله زي ما قلنا هيجي في الواحدة التانية في مجموعة اسمها العضيات الغشائية والمعظم تقريبا السيل ارجنالز اللي موجودة في الخلية في العضيات الغشائية عندنا هنا مثلا شبكة الاندوبلازمية الاندوبلازم كريتيكلم وعندنا جسم جولجي جولجي بادي وفي الحواصلات الافرازية خلاص اللي هي دي وبنسميها اللايسوسومات او اللايسوسومز بالانجليزي والميتوكوندريا اللي هي دي والفاجوات طيب ايه الفرق ما بين العضيات الغير غشائية والعضيات الغشائية دي حتة مهمة جدا يا جماعة عشان ايه دي هتدخل معنا بقى هنا في الاساس الكيميائي للحياة والتباط علم الاحياء بطريقة كبيرة جدا بعلم الكيمياء لو جينا شفنا هنا الغشاء البلازمي هنلاقيه شايفين عمل ازاي الغشاء البلازمي هنلاقيه بيتكون من مجموعة من الجزائيات الباولوجية الكبيرة زي البروتينات والكاربوهايدرات واللبيدات خلينا هنا نشوف دي كاربوهايدرات دي لبيدات هنشرحها بالتفصيل اكتر ودي بروتينات كاربوهايدرات لبيدات وده بروتين اللي هي بالازرق دي خلاص الجزء ده هو متاخد من غشاء الخلية او جزء من اغشية العضيات الغشائية زي الميتوكوندرية خلينا نرجع هنا حتى اللون نفسه يا جماعة لو اننا شايفين هنا خلينا نكبر هنا برضو ونرجع تاني شايفين هنا ده ايه؟ اللون نفس اللون احنا هنا لو جينا خدنا هنلاقي هنا برضو ده كده الجزء ده والجزء ده تمام؟ ده في حاجة زي غشاء الخلية يبقى ده جزء من اغشية العضيات الغشائية مش دي اسمع عضيات غشائية احنا خدنا جزء من الاخشية العضيات الغشائية او جزء من هنا لو جينا كبرنا او جزء هنا من غشاء الخلية ده جزء من غشاء الخلية ده خدنا ورجعنا لما خدنا الجزء ده خلينا نرجع هنا تالي بزوم نرجع هنا تحت هنا بقى خلاص خدناها كبرناه هنا خلينا بقى ناخد حتة بس كده من غشاء الخلية دي هناخد الهد ده والتو تيلز دور تمام ناخده دي الحتة دي بس كده هناخدها ونكبرها دي حتة مهمة جدا في ربط يعني علم الاحياء بعلم الكيميا وحتة الاساس الكيميائي للحياة اللي هو اصل موضوع درسنا او بداية اليونت ده اللي احنا بنتكلم عليه خلينا هنا نرجع بقى خدنا دي وكبرناها هيا نلاقيها كده تحت دي دي اللي تهمنا هنلاحظ ايه هنلاحظ ان هنا في مجموعة من العناصر ده هايدروجين ده كربون هايدروجين هنكلم الانجليزي وبالعربي ده كربون كربون ده نايتروجين او نايتروجين ده فسفور او فوسفرس ده اوكسوجين صحي كده او اوكسوجين يبقى هنا اللي ظاهر قدامنا ان الهدو التو تيلز دول اللي هم اصلا عبارة عن تجميع من العناصر بنسميها الفوسفوليبيدات بالشكل ده والفوسفوليبيدات هو من الجزيئات البايولوجية الكبيرة فلظاهر قدامنا ان الجزيئات البايولوجية الكبيرة او الفوسفوليبيدات هو عبارة عن مجموعة من العناصر مجموعة من العناصر هي متجمعها مع بعض عشان تكون بعد كده عضيات الخلية ليه لان احنا هنا لو جينا عملنا زوم ورجعنا تاني خدنا الحتة دي وروحنا طلعين هنا وشوفنا الحتة دي مع بعض كل ده عبارة عن هنا لو جينا لاحظنا هنلاقي هنا ادي هاد دو تو تيلس تانين ادي هاد دو تو تيلس تانين ادي هاد دو تو تيلس تانين طبعا دي كلوستيرول نوع تاني منتكلم عليه بعدين لكن اللي همنا ان الجزء ده كده بتجمع عبارة عن ايه عدد من العناصر بتجمعها مع بعض عشان تكون الجزيئات البايولوجية الكبيرة الجزائيات الباولوجية الكبيرة هنا لو جينا لاحظنا هنلاقي هنا طبعا نروح بقى للخلية نلاقي الخلية بقى عبارة عن مجموعة من الجزائيات الباولوجية الكبيرة في شكل عضيات خلوية يبقى ده الترتيب اللي احنا بنقول عليه عبارة عن مستويات متدرجة في اجسام الكائنات الحية فكده العضيات الخلوية خلينا بقى نشوف كده تلخيص لان الحتة دي مهمة جدا تمام خلينا كده نشوف تلخيص سريع فكده زي ما احنا ملاحظين العضيات الخلوية اهي بتتجمع مع بعض عشان تكون الخلية والخلاية يعني عدد من الخلاية هنا زي ما قلنا هنا الجزء ده بيمثل مثلا ستاشر خلاية والجزء ده بيمثل تسع خلاية الخلاية بتتجمع مع بعض عشان تكون النسيج ودي موجود هنا كلمة الانسجة هنا موجود الخلية نرجع تاني الانسجة بقى هنا بتتجمع مع بعض كزا نسيج عشان يكون لنا ايه يكون لنا العضو حتى موجود تحت هنا ان دي مجموعة من الاعضاء الاعضاء بتتجمع مع بعض عشان تكون لنا الجهاز هنا الموجود قدامنا هنا الجهاز الهضمي نرجع هنا الجسم بقى هو شوف هان تحت هنا اجهزة الجسم اجهزة الجسم دي معناها ايه معناها ان الجسم عبارة عن مجموعة من الاجهزة بتتجمع بعضها عشان تعمل جسم الانسان يبقى ده هو المستويات المتدرجة في أجسام الكائنات الحية الراقية ومعنى الكائنات الحية الراقية اللي هي الكائنات الحية اللي هي مش بدائية بيكون فيها تدرج في أجسامها في التركيبات اللي احنا شايفينها قدامنا دي